الأستاذ غالب زيدان أهلا وصهلا فيك عبر موقع فوشي نورتنا اليوم الله يسعد مساكن يا رب وكل سنة وأنتو سالمين وأنت سالم هلأ أول شي أنا ما عرفت شو بدي عرف عنك الكاتب الملحن موسيقى تصويرية مهندس صوت كله ما شاء الله أنت بيرأيك شو بيحب وأقرب شي لقلبه غالب زيدان أنا والله بصراحة بالنسبة إلي الفن لا يتجزأ يعني أي شيء إلو علاقة بالفن يعني أنا بعمل الموسيقى بس أكيد بتمنى لو إني فيني أرسوم فيني أخرج فيني إيا شيء إلو علاقة بالفن فهو بيمسني وبيشبهني بس حاليا فيك تقولي أنه الموسيقى هي اللي أخذت اللي عقلي أكتر شيء خلينا أول شيء نحكي عن مسلسل فرسان الثلاثة حضرتك موجود في مسؤول عن مهندس صوت وبنفس الوقت مسؤول عن الموسيقى التصويرية للعمل قديش هذا الشيء اليوم مهم وخاصة هو عمل كوميدي كمان عم يتواجد فيه الأستاذ أيمن زيدان يعني أنت ويام ترافقين طول الوقت صحيح الآن هو أكيد شيء حلو وشيء أنا فرحان فيه وبنفس الوقت شيء حسيت حالي أني تورطت فيه شوي كمان لأنه بتعرفي ضغط رمضان والعجلة والدائما بحب أني أعمل أحسن شيء بحب كل شيء يكون بيرفكت فهذا الضغط عم يسبب لي شوي حالي أنه أنا لازم أخلص لازم ساوي لازم يعني بالأخير رح تصير هاي ذكرى لألنا كنا اللي اشتغلنا بهذا المسلسل فيه شغلة بس أنا حابب ضيفة أنه نحن بهذا المسلسل الشيء اللي بيميزنا أنه نحن الكاست كنا رفقة عن جد يعني وكل أي حدا عم يشتغل بهذا المسلسل من رأس الهرام لآخر فني بهذا العمل هو حابب أنه يشتغل وهو مآمن بهذا العمل وهو ما عم يشتغله لأي أسباب يعني أنه مادية وأنه يلا بس نخلص شغل لا هو حابب يعمل فن مشان هيك الكيميا بيناتنا هي كيميا عالية كتير ونحن فريق واحد ومبسوطين جدا والأستاذ أيمن آمن بهذا العمل تعرفي صلو فترة هو واقف عن المسلسلات بس هو آمن بالنص وآمن فينا نحن الشباب وإن شاء الله يا رب نكون أدهي الثقة إن شاء الله يا رب وأكيد أستاذ غالب خلينا نحكي أكثر ونتوسع بموضوع الموسيقى التصويرية هل يا ترى نحن بنعرف أنه أنتو عم بتضلوا من الصبح لآخر الليل التصوير عم بيكون وهلأ عم نعرف نحن أنه كمان لنص رمضان رح تضلوا تصوير كيف يا ترى عم بيتم التنسيق بين هاي القصة وبين قصة الموسيقى التصويرية والتأليفة هلأ اللي عم يصير أنه عم يخف النوم كتير يعني عم يكون النوم ساعة ساعتين أنا عم خلص لوكيشن هون روح أشتغل بالموسيقى العزيفة اللي عم يشتغلوا معي هن صحابي فهن عم يرضوا يجوا لعندي بالليل نشتغل وكمان الشي المهم أنه الموسيقى كتير موضوع حساس بالكوميديا فأنا ما فيني استسهل هذا الموضوع يمكن الناس بتفكر أنه كوميديا فالموسيقى هي عبارة عن ساوند إفكت أو إفيات صغيرة لا الموسيقى بالكوميديا مثل الحساسية الممثل اللي هو إذا بي أوفر شوي رح يطلع مهرج وإذا بيخفف شوي رح يطلع ناشف الموسيقى إلى نفس الحسابات كتير بده يكون اللي عم يشتغلها دقيق وفهمان شو المشهد وفهمان شو الحالة يعني عم نتعب بس إن شاء الله يا رب هيك ما يضيع هالتعب الله يعطيكم ألف عافية بعيدا عن مسلسل الفرسان الثلاثة بالفترة الأخيرة نزل لحضرتك عملين كانوا من كتابة الكلمات للإستاذ أيمن ألحانك وغناء أحد أصدقائك نحكي عن هدول الأعمال نحكي كمان حضرتك قدمت كلمات لأحد الفنانين لبنانيين صحيح أنا آخر عملين اشتغلتون في غنية لمرعي سرحان لحنت أنا ووزعتها وكتبها والدي اسمه جرح لحكاية وفي غنية تانية كمان غناها صديقنا هيسم دسوقي وأخرجها الأستاذ علي المؤزين هو نفس المخرج هذا العمال وهلأ حاليا الأغاني ما في أغاني يعني أنا هلأ مبعد شوي في عندي شارية المسلسل وفي عندي موسيقية المسلسل فهلأ أكتر يعني أنا خايض بالدراما فإن شاء الله لقدام هيك بيكون فيه كمان أغاني حلوة تعجبكم الأستاذ غالب بزيدان أكيد كل التوفيئة لك وناطرينك بموسم رمضان لحتى نشوف شو المفاجآت اللي محضرنا ياها شكرا كتير لكم وبالتوفيئة وشكرا فوشيا شكرا لكم